خلونا ننتقل لتدريبات فريقنا الأول اللي بيستعد للمرحلة اللي جاية فيه طبعا استعدادات بتجري على قدم أساق بقيادة الجهاز الفني بقيادة ريني فييلر بيستعد فريقنا الأول لكرة القدم للمرحلة المقبلة وخاط بالفعل الفريق تدريباته مساء اليوم وكانت تحت إشراف ريني فييلر واشتمل المران على جوانب بدنية تركيز كبير جدا على رفع الجانب البدني والاستعدادات البدنية لنجومنا تحت إشراف توماس بينك المخطط الأحمال وأجرى الجهاز الفني تقسيمه في وسط الملعب بمشاركة حارسين وكابتن الفريق ونجم خط وسط الفريق حسام عشور بيغادر المران شعر بإصابة خلال التأسيمة أو تدريبات الفريق وحاول طبيب الفريق دكتور خالد محمود علاجه داخل الملعب حتى يستأنف أو يستكمل المران ولكن كان فيه شعور بالألم نتيجة للإصابة إن شاء الله ما تكونش مؤثرة ويتعافى منها سريعا نجمنا حسام عشور ولكن طلب مغادرة الملعب بصحب الطبيب الفريق ولم يكمل التدريبات وكان فيه تركيز من ريني فييلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على طبعا الجوانب الخططية والتركيز على الاهتمام بتطبيق والالتزام برؤيته وتكليفاته الفنية وخطط كل مباراة حسب قدرات وطريقة لعب المنافس اللي بيركز عليها جدا فييلر حتى يسيطر على مجريات الأمور الفنية أو رتم وإقاع وسيناريو أي مباراة بيأخذها النادي الأهلي محليا أو أفريقيا ولسه فيه اهتمام كبير جدا بالتصويب والتزديدات من مسافات مختلفة وزوايا مختلفة على المرمى لأن دي مهارة أعتقد أن الكل بيشهد أنها أفضل كتير عند فريقنا وعند نجمنا هذا الموسم وكنا مفتقدينها جدا كوحدة من أفضل وسائل السيطرة على المباريات والتفوق والتهديف وكان جمهور الأهلي بيطالب بدون مفتقدين ده فنيا في المواسم اللي فاتت وأعتقد أن الأمور أفضل كثيرا هذا الموسم وتحت قيادة فييلر فيه كمان تدريبات إضافية لرباعي الأهلي فيه مجموعة من نجمنا اللي كانوا فيه مرحلة استشفاء أو ما كانوش بيشاركوا بانتظام في الفترة اللي فاتت لأسباب مختلفة أوعدوا من الإصابة محمد الشناوي سعد سمير عمار حمدي محمد محمود فيه اهتمام كبير على إعادتهم للتوب فورم بدنيا بسرعة جدا وللجاهزية الكاملة الطبية والبدنية لكذا كان فيه اهتمام برفع الحمل التدريبي لهم وتجهزهم بسرعة فبعد ما استكملوا التدريبات وأنهوا الميران مع زملائهم التدريب الجماعي للفريق قاموا بالجري حول الملعب وبعض التكليفات البدنية أو التدريبات البدنية الإضافية بعد نهاية التدريب الجماعي للفريق وشارك رباعي الأهلي في التدريبات البدنية والتقسيمة لأجراء الجهاز الفني قبل ما يخضعوا له بعض التدريبات الإضافية بعد نهاية الميران وقدامنا على شاشة شايفين التدريبات والفريق والجاري حول الملعب قبل فقرة التأسيمة وقبل الجوانب الفنية والخططية وفيه تدريبات منفردة مهمة جدا وتركيز على تحسين الأداء علاج أي أخطاء في الأداء أو في التمركز داخل منطقة جزاء النادي الأهلي لحرصنا أصحاب الخبرات الكبيرة شريف إكرامي محمد الشناوي علي لطفي هذا الثلاثي المتميز جدا في حراسة المرمة وتدريبات قوية على هامش مران الفريق اللي يقيم مساء اليوم على ملعب التتش وخضعوا طبعا لهذه التدريبات المنفردة لحراس المرمة أو التدريبات التخصصية لحراس المرمة تحت إشراف يانكون ميتشيل مدرب الحراس وكان فيه اهتمام على التحرك الفوتورك الخاص بالحراس والتصدي للكرات العرضية والتزديدات أيضا من مسافات وزوايا مختلفة والارتقاء بالجانب الفني والبدني لحراسنا اللي إن شاء الله نحتاجهم ويكونوا في أفضل حالتهم الفنية والبدنية في الارتباطات والمباريات المقبلة على المستوين المحلي والدولي طبيب النادي أهل يتابع البرنامج التأهيلي لمروان محسن من اللاعبين طبعا أصحاب الخبرات وواحد من العناصر الدولية في فريق النادي الأهلي ومن عناصر منتخبنا الوطني الأول نجم هجوم الفريق مروان محسن اللي كان بيغيب الفترة لفاتت للإصابة بيخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وخضع لهذا أو بيستكمل هذا البرنامج اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي للتعافي من الإصابة الأخيرة في الوجه وأيضا حارس الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على متابعة ميران اللاعب والإطمئنان على حالته والتعرف على مدى استجابته لفترة التأهيل وأيضا خاض مروان جلسة في الجام وبعض الفقرات التأهيلية داخل الملعب على ستادل تتش وذلك في إطار البرنامج اللي بيخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية إن شاء الله نبقى في أفضل حالتنا والفريق يكمل مسرته اللي بدأها بشكل مستقر ومرضي جدا للجماهير الصفقات الجديدة والأداء الممتع العدد الكبير من الأهداف اللي بنقدر نحقق به الفوز في كل مبارياتنا في الفترة اللي فاتت وأيضا السيطرة الفنية على المباريات أو تفوق الفني وفرض الإقاع اللي الأهلي عايز يفرده على المنافس في لقاءتنا السابقة إن شاء الله ده يستمر ويكون له تأثير على النتائج وعلى مشوارنا محليا وأفريقيا ده كان آخر خبر معنا في فقرة الأخبار وبلسه بنتابع مشاهد من تدريبات الفريق على الشاشة مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل سنعود لاستكمال هذه الحلقة ونبدأ باستقبال ضفنا الكابتن أحمد رجال